إذا كان غير حفظ كتاب الله تجدوه لا يبالغ بل لعله حتى لا يتحدث إلا لأماما في أهمية تحفظ كتاب الله ليس مهم كثير حفظ كتاب الله لمهم الوعي والفهم والتدبر صحيح الوعي والفهم والتدبر مطلوب لكن بالله عليك بغير حفظ كتاب الله كان يمكن لكتاب الله أن يعمر هذه القرون كلها العبث في المكتوب كان ولا يزال قائماً ما رأيك وآخر محاولات الصهاينة في السبعينيات في الكويت طبعوا مصاحف عبث فيها وإن كانت تصحيح على أيش المحفوظ حفاظ حفظينه لو غاب القرآن كله من السطور يملونهم من حفظهم سبحان الله بلا أدنى تردد بفضل الله عز وجل ومنهم جزاهم الله خير من يحفظوا بالقراءات الأربع عشرة بدقة لكن طبعاً هو صرف عشرات ألوف الساعات من عمر وما زال وهو يتعبد الله بهذا فجزاه الله جزاء شاكر وبارك الله في علمه وفي عفظه وكثر في الأمم من أمثاله لكن تجد المتحدث أنه غير حافظ يقلل وربما غمز خناة الحفاظ أنه هذول يعني إيش؟ أشباه ريكوردرات أشباه مسجلات يا جدق الله هذا كلام ربك عز وجل أنت مجنون فقط لكي ماذا؟ يبقى هو إيش؟ في القمة أنه يعني شيء مميز يعني الحفاظ غير مميزين مثلاً إن كان لا يدري من السنة شيئاً ولا حافظ الله أحديث في بخاري ولا في الزنان ولو سألته إيش الفرق بين الصحيح صحيح البخاري وبين مسند أحمد لا يعرف ما مسند ما مسند؟ ولا يعرف حاجة ما عنده أي علم فيزهد في السنة جبلة وتفصيلة شيخ الإسلام المحدث الأكبر محدث ذار شامية سيد محمد بدلدي الحسن يقدس الله وسره الشيخ العارف الصديق هذا شيخ الذي أحبت كلها المشيخة والعلم وكيف تكون المشيخة الذي يقرأ عن سيد محمد بدلدي الحسن الذي عمره في حياته عاش نحو من 83-84 سنة في حياته الطويلة هذه لم يغتب أحداً من عباد الله لا فاسق ولا صديق ولم يسمح أن يغتب أحدهم في مجلسه من الكبير قبل الصغير حدثتكم مرة أنه في يوم الأيام كان جالس كان معزوم هو عند البهشة التركي حاكم الشيون كلها الوالي يعني الوالي وراح الوالي هذا والي تركي بدأت كله عنه واحد هو هذا أدب سيس كذا كذا أنا لا أعرف ماذا فالشيخ أعرف عيده وكفى فالبهشة لا أفهم ما قاله هذا وبعد بدل الدين الحسن طبعاً ويهبوا ويحترموا لأن السلطان نفسه عبد الحميد بدل الدين وقل مع رأسنا من فوق حدثتكم بيئة مرة بعثت له سفينة اللاذقية قال له شرفني بالزيارة يا سيدي تخيل السلطة العبد الحميد حاكم العالم الإسلامي كل كان لسا الخلاف كانت موجودة لسا تخيل ما كانت من قضية شرفني بالزيارة فقال له ومين أجاه أجاه الصدر الأعظم يعني رئيس الوزارة البرايم مونيستر كله تسموه صدر الأعظم يعني ثاني شخصية بعد السلطان أجاه الصدر العبد بنفسه والكنيسة والسفينة واقفة في الميناء أجاه قبل إيد وكذا وطبعاً هو ظن أنه مباشرة يوافق سكت الشيخ قدس الله وسره ليس مأذون يا أبا قال له لا يوجد إذن إلهي ليس مأذون يا أبا لا تصدق هذا إلى آخر قصة لماذا نحكيها كان قبل هيك ليس مأذون في اليوم نفسه الذي رفض فيه زيارة السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه راح أخذ تلميذ الشيخ محمود بعيون الرنكوسي قدس الله وسره كان تلميذ شب صغير أخذوا قالوا من الروح الهامة الهامة قارية قرب دمشق كان في الضواحي هيك بدنا الروح ويشتوح الهامة تسوي فيها مسجد صغير يمكن اللي يصلوا فيه كل معشرة ولا سبع من الناس شيخ المسجد هذا قلبان وهذا شيخ الإسلام مدن الحسن شيخ الإسلام الذي قال فيه الشيخ الكتاني الحافظ الكتاني قال أنا أقدر وأرجح أن الأمة المسلمة من أيام الحافظ ابن حجر رأيت 252 الهجرة لم ترى مثل سيدي بددي الحسن ولا صيوطي ولا صيوطي والاستخاوي ولا البقاعي ما شابت ما شابت بعد من حجر أعلم أحد أجه بددي الحسن الله أكبر الله أكبر يعني حوالي كم شوفوا سبعمائة سنة تقريبا ستمائة سنة ما الذي كان يصدق هذا الحسن قدس الله سيره رفض روع السلطان تخيل والسلطان طبعا وجاء السلطان غير طبعا عطايا واذدهب وفضل ما بده وراح زار شيخ في الهامة وراح زاره لب دعوته وراح عنده تناول معه الغداء وصلي عنده لماذا عنده ساري لماذا الناس هذه هذول المشايخ يا حسرة هتكلم قلبي بيبكي هذول المشايخ مش عاشوهم يوم في الوتيوب هذولا ولا حشوف تلاميذهم ولا حشوف نفسهم هذا النفس الربان مش موجود هذا مش موجود الى ما رحم ربي واللي بعمل حاله انه امتداد لمدرسة بدر الدين واضح الكذب عنده هقول لهم الان كاذب بدر الدين لم يكن ليغتاب أحدا انت بس منك حريص على الاسلام تذكر الناس بالاسم قاعد وتطعن فيهم ان هذا من باب القوم بالحق والله العظيم كذب والله العظيم تشريك في النية والله العظيم هذا من اجل النفوس تستطيع ان تحاسب الاقوال اذكر اقوال دون ان تذكر اصحابها ونخشها بأدب وبتعدى وبانصاف وين هذا يا رجل اسكت هذا بدر الدين فضل الله عليه فعمل يده هيك للوالي فالوالي رجع يغتاب رجع الشيخ عمل هيك ووقف بدأ يمشي وغادر المكان اعتقد كان مائدة رمضانية في رمضان فالوالي قال ايش فيه ماله هذا كيف يغادر الشيخ وعارفوا من هو قالوا يا يعني فخامة الوالي هذا الشيخ بدر الدين قال اعرف بدر اعرف الشيخ بدر الدين مولان بدر الدين قال هو لا يسمح بالغيبة ممنوع ان يغتاب احد انت بتغتاب واحد قاعد وبغتاب مين بغتاب واحد مجرم في السجن عنده مجرم سارق اوقاتي كذا ممنوع حتى لو مجرم مجرم بتحسبوه القضاء بتكلموا فيه ما ابدا قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم انت ظلمك جارك اخوك زوجتك ابن اي حاجة تروح تظلم عند مين عند القاضي وبس عند القاضي بتغتابه عاد يعني هذا الغيبة مسموح بها ايش رايك القاضي الشوكاني ذكرته اليوم انا عنده رسالة قرأته برضو من اكثر من ثلاثين سنة انافع جدا على ناس صغيرة تكرارانت في ربع ساعة يمكن ثلاثين صفحة من القطع المتوسط اسمها رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز ما الغيبة ذكر فيها المواطن الستة التي سوّغ العلماء فيها الغيبة بالدليل من هذا التظلم بين يدي القاضي ممنوع تظلم على خصمك بين يدي من ليس بقاضي وتذكره بتكون دخل في الغيبة برضو وبكون هو فعلا ظلمك وأخذ مالك وسبك وبترعلي ممنوع ممنوع دين نديل التقو يا جماعة دين نظيف دين نديل الأمة الواحد المسلمون كالجسد الواحد تخيل حتى الفسق لهم كرمتهم عنا حتى الفسق والفجرة دين عظيم هذا دين لا يسمح بالنفس انها تنبعث الخبث وتشريك النية والتعبير عن عقد النقص ما هي النفس خبثة ملعونة يعني بكون شخص عنده نعمل النقص يشعر بالامتلاء وكذا لما يتنقص الكبار ومين أكبر من أبي حنيفة وابين تنمية تكفر هذا وتعمل على هذا مجسم وهذا شيخ المجسم الحرناني وهذا أصلا حرناني ويبدو متأثر بالصابع وافتريته عليه عيب عيب والله لكم موقف عظيم بين يدي الله الواحد يخاف أسأو الله أنه يعصمنا والله العظيم ويعصم المسلمين من ألسنتنا ومن ظنوني السيئة وكل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه وأن لا يضن به إلا الخير والحديث صحيح ممنوع الظن بأخيك قدر ما تستطيع إلا الخير إيش رأيك مهما بلغ عن قل لا لعله أراد كذا كذا لعله كذا كذا لعله كذا كذا لعله أي شيء أحسن الظن بالناس وخليك ستير وخليك ستير والله ثم والله ثم والله لن تعرف معنى الإيمان ولن تذوق معنى التقوى إلا إن تخلقت بأخلاق المتقين وفي رأسها وحب السدر وعدم البحث عن فضائح الناس وما تيسر لك معرفته من غير السؤال كذا فوجد به تكتمه إلى أن تلقى الله وخاصة إذا كان أي شيء يتعلق بخصم شديد لك أي شطارة يكون خصم وحريص على فضحك وإذائك وسبق منه الإذاء لك وإنت وقفته على مقتل هنا يأتي يمين المثلث والله ثم والله ثم والله ولن تعرف الإيمان إلا أن تبلع لسنك وتستر عليه وإن سئلت تذكره بضد ما تعرف لوجه الله هذا الإيمان الإيمان يشيء مختلف تماما عن كل هذا العبث الذي نعيشه